أي طراء وسيخ نوضع ما قاله الرئيس تركي بأنه يدعم طريق التنمية في مقابل محاربة الإرهاب ومحاربة الحزب العمالي الكردوساني واضح جدا أن الحديث بهذا التوجه يعني أن هناك علاقة جديدة ستكون في الفترة المقبلة باعتبار أن تركيا تحتاج هذا المشروع باعتبار أن هذا المشروع استراتيجي مشروع مهم لتركيا وللعراق ولذلك كان الحديث عن هذا الموضوع باستفاضة كبيرة مع السيد نيجيرفان برزاني رئيس أقليم كردستان وكذلك بحثت قضايا أخرى سواء قضايا تنموية وقضايا عسكرية والأمن الذي يحتاجه أقليم كردستان هذا يعني بتقديري أن اليوم الأقليم رغم كل ما أريد أن يقوض وصحب بعض من صلاحيته لكن هو يثبت للعالم بأنه أقليم متماسك بأنه أقليم قادر على حل المشاكل حتى مشاكل الدول باعتبار أنه يشرك في هذا المؤتمر ومثله السيد نيجيرفان برزاني وقبله كان هناك لقاء مهما وتاريخيا حسب ما وصف في الصحافة العالمية لقاء السيد مسرور برزاني مع الإدارة الأمريكية ولقائه كثير من الشخصيات هذا اندل على شيء يدل على أن هناك دبلوماسية عالية ينتهجها عفوا الأقليم في أن تكون هناك علاقات حقيقية مع هذه الدول ولكن أهم من هذا نحتاج إلى وحدة قرار نحتاج إلى حل الخلافات التي كانت عالقة ما بين بغداد وأربيد ولذلك هذا يعطي صورة بأن العالم ينظر للعراق دولة قوية متماسكة إذا كانت هناك حل خلافاتها داخليا لذلك أعتقد أنه ما بعد الزيارة ستكون هناك جملة لقاءات كبيرة في الداخل لردم كل هذه المشكلات ونبدأ صفحة جديدة قضية مهمة يجب أن نفهمها بأنه عنوان هذا المؤتمر هو الدبلوماسية لحل الخلافات وتذويب المشكلات لأن السيد أردوغان يعتقد بأنه بالدبلوماسية وبالحوارات يمكن أن ننتهي من هذه الأزمات ولذلك كانت هناك لقاءات من أكثر من مئة دولة رؤساء ووزراء لحل الإشكالات وخصوصا القضايا المصيرية التي تهموا المنطقة لكن أبرز ما يهمنا كعراقيين قضية مشروع التنمية باعتبار هذا المشروع هو مشروع الأجيال وأعتقد أنه يسير بخطة منظمة وخطة فعالة بمشاركة الكل وبتعاضط كل القيادات التي لم تكن هناك معارضة لهذا أو معارضة لهذا التوجه بقضية مشروع التنمية باعتبار أنه مشروع يدر بالمليارات على العراقين حينما يشغل بعد أربع أو خمس سنوات من الآن وأعتقد أن الخطوات مهمة التي يقوم بها السيد السوداني في أن تكون هناك مراجعة لكل الإشكالات التي مضت طيلة عشرين سنة ترجمة نانسي قنقر